طب نروح له أستاذة أماني جزء نجار مسلح وعاوز ده يشتغل في كنيسة وحد ده اللي هذا حرام لا مش حرام ولا حاجة لأنه قانون بناء دول العبادة الموحد صدر في سنة أظنه 14 أو 15 وده بيجيز لإخوانا من أهل الكتاب بناء الكنائس بناء على التعدادات السكانية في المناطق السكانية وعلى شروط بيشتريطها المشرع المصري والحكومة وهم بيستوفوا هذه الشروط وبيجاز لهم أن يبنوا الكنائس وما فيش عندهم مشكلة خالص فبالتالي لما الدولة بتسمح ببناء الكنيسة يبقى أنا هروح أعمل العمل ده زي ما الدولة بتسمح ببناء المسجد فبروح أبني المسجد يعني أنا مش بعمل حاجة مخالفة للشرع ولا مخالفة للقانون وبالتالي اللي بيقوله ما تشتغلش مخطئ الدولة بتقنن هذه الأمور وبتعمل لوائح وقوانين بناء عليها بناخد تراخص بنا وبنروح نبني ونروح نعمر الأرض فقولي لزوجك يشتغل مفيش عليه حرمة ولا حاجة في ذلك